ازاي حاولت وشي من كده لكده هالوز اول حاجة بدأت اركز على الاسباب اللي وصلتني للمرحلة دي اول حاجة كنت بقى اوقف الاكل لان انا كنت بقى اكل حلويات كتير وجانج فورت كتير ودي من ده من الحالات اللي بتخلي وش يدفع حبوب بشكل مش طبيعي تاني حاجة اكتر فترة ببقى فيها بالمنظر ده هي فترة الامتحانات ببقى متوترة وخايفة وعلى عصابي وما بنامش فهالات بقى وحبوب والدنيا بتبقى متدمرة تالت واخر سبب ان انا كنت مهملة في وشي يما بسبب ان انا مضغوطة يما بسبب ان انا كاسلانة ايومة اقرب طيب ازاي بقى زبطت الدنيا وخليت وشي صافي وما بيده والهالات راحت والدنيا حلوة اول حاجة بدأت ان انا اكون عادة لمسحة في حالات معينة ما ينفعش ان انا كمل يوم من غيرها وكذلك قبل منام ايه هي نفس العادة دي هعملها الصبح وبالليل باختلاف حالات بسيطة اول حاجة بستخدم الغسول الكلانزر بتاع ارجانتو كلير من بعده حياتي بقت اجمل بكتير بعد كده بقى بعمل روتين بتاع الحبوب باجيب الكلاندسول محلول بحط منه كمية صغيرة في قطنة وبمسح بها مكان الحباية فقط مش وشي كله لان هو بينشف الوش بطريقة غبية حلوة الكلام ده بعد كده باجيب تريم فيو سيدين اللي هو الخط الاحمر ده هاخد منه نقطة واحطها على اي حباية مورودة في قشر بتفضلي سايبها كده تقريبا ربع ساعة وبعد كده بتجيبي قطنة وتمسحيها بالراحة وساعات كده بحط الباتشز دي من اكني بامبل ماستر هي بتمتص الحالات اللي بتبقى مورودة في الحباية لو كبيرة ومعبية قوي بتسبيها 24 ساعة وبتمتص كل حاجة بس بتسيب بعدها اثر دي مشكلتها الوحيدة وبالنسبة لاصار الحبوب بستخدم لها ادبالين برضو بحط منها مكان الاصر وعلى فكرة خدي بالك ان ده مقشر برضو بسيبه ربع ساعة ومسحه بالقطمة التلت خطوات الزيادة دول بيتعاملوا بالليل بس بعد الغسول على طول طب بالنسبة للهالات فيه كريم حلوة انا اضربته كان من ارجنته برضو بس اهم حاجة تحطيه في التلاجة لان هو بيعفن ولو عايز حاجة طبيعية على فكرة حاجة طبيعية بالنسبة للهالات فعالة جدا زي ان انت تجيبي بشارحتين بتاتيس تحطيهم في التلاجة وتحطيهم على عينك نص ساعة كل يوم بالليل وكزالت بالنسبة للخيار كل ده وهو ساعة هيمتص اي اجهاد موجود في عينك لطاك لكي بعد كده ميت ورد ترشي بيها على وشك او تمسحي بيها بقطنة عادي لو عندك تونر بدل ميت الورده حطي ما عندكيش عادي بالنسبة بقى للكريم المرتب دلوقتي لو انت اختارتي مرتب نوع ومش كويس ده هيزود عندك الحبوب والالتهابات بمعنى نيفيا ده قرطة لحاجة تزود الحبوب في وشك لان هو اصلا ما ينفعش للوش وده بسبب ان هو فيه بيرفيم والكوهات نفس الكلام بالنسبة لدليسرايد وإيفا وكل انواع نيفيا طيب اجيب ايه؟ عندك بيبانسن سعر كويس وحلو موجود في السيدريات والاحسن منو سيرا فيه سيرا فيه مناسب جدا للبشرة الضهنية عالي جدا خليكي في الكريمات القوامة خفيف زي اللي انا قلت لك عليها دي عشان القوامة التقيل لو انتي حطيها على وشك وانتي وشك مش نديف قوي الحبوب عندك هتزيد ودي عم تجربة زي الفازلين كده ده كريم اللي انا بستخدمه حاليا هو مش للهالات عشان نبقى متفقين ده ده للانتفاخات وللترطيب فقط ده كده بالنسبة للحالات اللي اتحطي الصبح وبالليل في بقى السام لو انتي نازلة في الشمس اولا هيحافظ على اولا هيحافظ على لون وشك بما ان الشمس بتجد تطلع والصفرة بيدخل فده مهم جدا عشان ما نفحمش ورصال ان احنا عندنا كليات ومدارس وكده كده مزلين الصبح يعاني فا اوعا هي تنسى السام بلوك هو غالي وحجمه نونو بس مهم بطه واخر حاجة فازلين للشفايف او هاتي اي نوع عادي كله فل بس كده باي